كلمنا عن أزمة لقاء القمة الحقيقة وإحنا بنتكلم كده ومنتظرين أي جديد في موضوع اللقاء القمة نعرض الصبح كان فيه اجتماع مجلس دارة نادي الزمالك وتفاصيل الأزمة دي إن نادي الزمالك زي ما كنتوا متابعين وشايفين كان بيان بالنسبة له إنه هو مش هيلعب مباراة القمة إلا لما تتلعب كل مباريات الفرة الأخرى في الدور الأول وانتهي الدور الأول بالكامل عشان نادي الزمالك يلعب لقاء القمة ده كان جزء من البيان أو نقطة من البيان اللي أصدره نادي الزمالك من أيام وبالتالي النهاردة كان فيه اجتماع مجلس دارة عشان يحطوا بكل التفاصيل بها الأخرى وكان هل أو هل ممكن يكون فيه جديد فيه هذا الاجتماع إلا أن حقيقة بعد الاجتماع ونتيجه بتقول إن نادي الزمالك متمسك بموقفه ومتمسك بعدم اللعب في المباراة القادمة وهي مباراة القمة والمباراة دائما قلب انتظرة من الجماهير ومن الإعلام وكل طبعا الناديين واللعبين وكل الحقيقة الطرفي اللقاء الحقيقة سواء بقاء من الجماهير حتى اللعبين فبالتالي تأكيدا على موقف نادي الزمالك إنه هو مش يلعب ده كان الاجتماع النهاردة كان موجود عشان ينقشوا الموضوع ده إيه بقى اللي هيحصل؟ الزمالك هيصعد الموضوع للاتحاد الدولي والأمور بالنسبة له يعني وواضح إن هم واخدين إجراءات وكانوا جاهزين ملف بخصوص الموقف الحالي في الدوري المصري وبيأكدوا إن ليس أو مفيش أو النادي الأهلي ليس طرف في الموضوع ده أو ليس طرف في هذه المشكلة هو بيتكلم على شكل مسابقة وجدول مسابقة غير منتظم ما بيحققش تكافؤ الفرص ده وجهة نظر الإدارة هتي تقول لي طب ما ناتل زمالك يا جماعة لعب تلت مباريات في الدور التاني يعني نتكلم مودن فيوتشاري تحادس كندري المصري البورسعيد ليه دلوقتي ليه دلوقتي هو دي بقى ألمت الاستفهام والحقيقة لما هنيجي يعني لو أحد المسؤولين في ناتل زمالك برضو يبقى معانا عشان يوضح لنا ويوضح للجمهور ليه بقى الماتش ده بالذات مع أن احنا لما نيجي نقول ناتل زمالك نفسه لعب تلت مباريات من الدور التاني مش مثلا جاه وقال يا جماعة أنا يقدرت المسابقات حج عامر لعبني كل مباراة الدور التاني والمؤجلات الأول وبعد كده دخلني في الدور التاني يعني ده ناتل زمالك يعني لو كان بيفكر بالمنطق ده فهو السؤال بقى ليه المسؤولين واللي هو هيجاوبنا عليه وجاوب الجماهير ليه ناتل زمالك لعب تلت ماشرات دي اللي احنا قلنا عليهم مودر فيوتشر والاتحاد سكندري والمصر المرسعيدي وجي عند مباراة القمة اللي هي يعني مباراة الجميع ينتظرها والكل بيبقى مبسوط وسعيد اي ان كان بقى ناتجت اللقاء هتكون ايه واخد هذا الموقف الحقيقة في لقاء القيم احنا معاكم ولو طبعا اعدادنا يقدر نتواصل مع المسؤولين في ناتل زمالك عشان نقدر نشوف ايه التفاصيل الخاصة بجلسة اليوم الاول وفي نفس الوقت ايه ما بعد ذلك الحقيقة ايه اللي هيحصل هالناتل زمالك هيلعب بعد كده ماتشاطه اه او هيلعب ماتش القمة مش هيلعب الماتشاط اللي بعد كده هيلعب ولا مش هيلعب موقف التصعيد الخاص بالناتل زمالك لاتحاد الدولي دي امور كتير جدا نحبين نسأل عليها المسؤولين في ناتل زمالك وان كان طبعا يعني ما بنحبش يكون شكل الكورة وشكل الرياضة في مصر يكون بالشكل ده الحقيقة وده اللي احنا برضو بناشد المسؤولين المسؤولين عن المسابقات وعن ربطة الاندية اللي الزمالك جزء منها الزمالك جزء من ربطة الاندية وعضو فيها وعضو طبعا قوي وفي عالة انه احد الاندية الشعبية الكبيرة الحقيقة في الدوري المصر وبالناشد طبعا اتحاد الكورة باختصصاته بقى في التحكيم او لجنة الحكام الموجودة واللي هو بيرائبها وتحت مظلته امور كتير لان زمالك طبعا بيانه كان فيه جزء نقطة مهمة وهي نقطة التحكيم اللي تظلم فيها او من خلال كلامهم انهما تظلموا في مباراة المصر فده برضو يعني احنا كلنا متشابكين وكلنا تحت مظلة واحدة وهي الرياضة المصرية كرة القدم المصرية انها تبقى في احسن حال ده اللي احنا منتظرون لكن احنا بنتكلم بقى مشكلة هنا ومشكلة هنا وبيان من نادي كذا وبيان من نادي كذا وبيان من نادي من هنا بخصوص تحكيم وهنا مشكلة فيه ترتيب المباراة ده احنا مش عايزينه خالص حقيقة لازم حل جزري وحل اللي يكون قوي وقرار قوي وبيبقى فيه جراءة اي ان كان بقى هتزعل مين اي ان كان هتزعل مين بقى هنا انت بتقطع يعني نقول ايه جدر مشكلة كبيرة عندك مش عارف تحلها بقى لك 3 سنين وهو انتظام المساب وانها تتلاب بشكل سليم وصحي يا جماعة ما هو صحي ما هو انا لعيب برضو بيجي اتضغط في كل 3 يام ماتش فيحصل لي مشكلة كبيرة بدنية عندي لعيبة تقع مش بتكلم على الزمالك بس انا بتكلم على الزمالك والاهل واللعيبة كلها ديكم شايفين اصابات اللي بتحصل في الاندية الكبيرة ولولا طبعا الاهل والزمالك عندهم بالاخص طبعا الاهل لولا ان هو عنده لعيبة وصطف تاني وصطف اول كمان يعني بالنسبة للآله كمان كانت الامور هتبقى صعبة بالنسبة له اين كان الجو الصحي في كرة القدم مش هيتحل غير بالنظام وتطبيق اللوايح وبقوة ما يبقاش فيها مياعة عشان بس تبقى متفقين ما تتطبقش هنا وتتطبق هنا نمشيها هنا وما نمشيهاش هنا كل ده ما ينفعش كل ده ما ينفعش وده برضو نفس الشي اللي ينطبق على التحكيم التحكيم المصري اللي بنقدره جدا 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 لكن مهم جدا مرأبة الحكام وتطويرهم اول بول ومحاسبة كل حكم ممكن يأثر في يومه او يوم اللي بيحكم فيه وبالتالي هنحاول نتغاض قدنا شايفين حتى الفاروة موجود بتحصل مشاكل وعلى فكرة برضو عشان نبقى متفقين المشاكل دي برضو بتحصل بره فيه الدورات الاوروبية لكن بنسبة اقل بكتير جدا من اللي بتحصل في مصر نحن بنتكلم كل ازوع فيه بيان من نادي شكلي فيه بيان بيطلع ضد التحكيم بيان بيطلع اللاين مان يعني امور كتير بتحصل في الدوري المصري نتمنى دي الامور دي تختلف وتنتهي حتى لو احنا مش نقولها تنتهي هتقل تقل بنسبة كبيرة يعني مفيش حاجة مفيش مشاكل هتنتهي احنا بنقول تقل بنسبة كبيرة احنا كل يوم عن يوم عايزين نطور المسابقة بتاعتنا ونرفع قيمتها السوقية وفي نفس الوقت المستوى الفني للدوري المصري يرتفع فلازم كلنا نتكاتف كلنا نبقى مع بعض عشان نوصل لمنطقة نبقى دوري زي ما هو دوري قوي احنا دوري قوي اه لكن ينقصنا بعض يعني بعض الامور اللي تخلينا في منطقة تانية منطقة الدوري المصري القوي اللي كل الناس بتتابعوا بمنطقة القوة مش في ماتش ولا ماتشين بقمة لأ هم نتكلم فيه كل المباريات لان احنا عندنا فرق جيدة وفرق كويسة لو لعبت فيه حتى وهو احنا قلنا الفرق اللي في منتصف جدل الدوري لعب فيه دوري الكونفدرية اول ابطال هيقده بشكل جاي او البطولات العربية عندنا لعيبة كويسة عندنا فرق كويسة فقط انك تديها المساحة والوقت المناسب عشان يستريحوا ويتمرنوا وجهزوا نفسهم وفي نفس الوقت يبقى دوري منتظم انا عارف الاسبوع الجاي هلعب الاسبوع اللي بعد وفي نفس التوقيت هلعب او يعني دي امور كتير جدا بتبقى الحالة اللعيب والبيولوجيا جاهزة للمباراة دي اه ماتش ولا ماتش نتأجل لكن ما يبقاش الكم ده والعدد ده من المباريات وإحنا مش عارفين مين هيلعب مين بكرة الاسبوع الاثناشر ولا مبارح كان الاسبوع التلاتاشر ولا ايه الموضوع يعني الدنيا ايه اه كناية فعلا الحقيقة طيق يا رب كل امور تتحق هنبقى معاكم برضو وتفاصيل خاصة بنادي الزمالك وموقفه الحالي من ازمة لقاء القم نهاردة